السلام عليكم كل سنة وانتوا طيبين رمضان على الابواب حبيت اعمل لكم النهاردة فيديو من تجهزات رمضان هنعمل النهاردة مع بعض عجينة واحدة يقدروا تعملوا منها السنبوسة او السبرينج رول او الجلاش بطريقة بسيطة جدا بمكوانين اتنين بس هما الدقيق والمية هتطلع معاكم عجينة رؤياء جدا وطرية شايفين من الكتر ما هي طرية جدا شفافة جدا وقضية بينا منها هايلو نشوف نعملها ازاي بس لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان نوصل للاكبر عدد بيكم اول حاجة معايا اربع كوبايات من الدقيق انا مستقدمة هنا دقيق الضحة ومعايا تمن كوبايات مية انا حطيت في الاول خمس كوبايات المفروض قوام العجينة يكون خفيف خالص عامل زي الحليف كده غير عجينة الكرب انا هنا بس نقلت في حاجة اكبر علشان كانت الكمية كبيرة على الطاق اللي كنت بشتغل فيه بعد كده اضفت لتلات كوبايات مية وبعدين قلبت كويس جدا ممكن تقلبه عادي بقى بمضرب يدوي او ممكن خلاط او هند بلندر بدون عجن ولا اي حاجة هي سهلة جدا بعدين هحط معلقتين صغيرين من الملح انا استخدمت هنا البخاخ في الوصفة دي لان عايز العجينة رؤيئة خالص وهقول لكم ليه كمان ما حطنهاش كده على طول بالشكل المعتاد هصفي الاول الخليط بتاعي ودي خطوة مهمة جدا مهما كنت يضرب الخليط كويس فلازم تصفيه علشان الورقة تطلع مفياش اي تكتلات وتطلع نعمة هرج البخاخ وبعد كده هدهن المقلية دهنة بسيطة من الزيت وهمسحها بالمنديل انا استخدمتها بطريقتين الطريقة الى على النار مباشرة وطريقة على البخار وهقول لكم ايه الاحسن الطريقة الى على النار مباشرة عمل التأول واحدة زي مواضح ليكو كده دهنت الاول الطبق بزيت وطلعت معايا حلوة جدا وبعدين كملت تاني وطالت واحدة بدأت اشتغل بس للأسف بدأت تنشف جدا بمسافة مظلعها الاقيها تقصرت مني وده لان درجة حرارة البتجهز القهربائي اللي بشتغل عليه لما بتوصل لدرجة حرارة عالية بيفصل لحد لما ايهتها شوية بعد كده درجة حرارته بترجع تزيد تاني فاول واحدة كانت الجهاز فصل ودرجة حرارته كانت هادية خالص حتى هتلاحظوا انه نور الجهاز هنا قفل ولما بدأ يشتغل ودرجة الحرارة بدأت تعلى بدأ ان هو ينشف مني فلو هتعملوها على النار لازم ولا بد تكون العين هادية خالص ولكن انا لما جربت اللي على البخار بصراحة اسهل واسرع بكتير غليت مية وحطيت المقلية فوقها وبدأت تنزل ارش كده بكل سهولة بدأت تتماسك بسرعة حتى تصويتها اسرع من النار وبتطلع بكل سهولة هنشدها كده لفوق بالراحة خالص هتلاقوها طلعت معيكو على طول وبين كل ورقة والتانية هندهن الزيت وهجيب برضو المنزيل ونظف مكان اللي قبلها ميزة البخاخ انه بيطلع الورقة رؤيئة خالص لكن لو حطيتو الخليط كده على طول وحاولتو تحرق المقلية عشان توزعوها هتلاقو الخليط مسك في المقلية مش هتلحقو حتى ان انتو تحركوه توزعو كويس لكن البخاخة فعلا هيسهل عليكو كتير جدا وكمان لو حبينا نزود او نتقل العجينة شوية هتبقى متساوية مش هتبقى حتى مكالكاعة ولا هتبقى جزء سميك وجزء رؤية لأ هتلاقو العجينة بنفس الصنق وهتلاقو الورقة طلعة شفافة خالص من كتر ما هي رؤية وفي نفس الوقت مش بتتقطع وطرية جدا زي ما انتو شايفين كده اول لما تطلع ممكن تبقى نشفة شوية بس بمسايفة ما تحطو الزيت وتحطو الورقة على بعضو ويهدأ هيطرى جدا على البخار هتلاقوها بتطلع بسرعة مش بتنشف خالص هتخلوا النار وسط والحلة اللي بنغلي فيها المية بتكون قد المقلية علشان درجة الحرارة توصل للخليط مرة واحدة ولو عايزين تشتغلوا فيها على مرتين تقدروا بقى تحتفظوا بالخليط في التلاجة لمدة يوم وقبلها تروجوا البخاخ كويس جدا وتكملوا تقدروا تعملوا كمية وتحشوها على طول وتخزنوها او تخزنوها كده زي ما هي بدون حشو عايزة وريكوا بقى الورق عامل ازاي الاول هنقص بس الاطراف علشان يكون شكلها منتظم شايفين مكتر ما هي رؤيقة جدا مش هعارفة اطلع شايفين طرية ورؤيقة ازاي تقدروا تشكلوا منها السامبوسك بنقسم الورقة كده نصين وبنجيب اول جزء بنقفل الطرف اللي ااخد كرف شوية وبنبدأ نطبق مرة يميل مرة شمال هتلاقوا اخد شكل السامبوسك على طول سهلة جدا ولو عايزين تعملوا منها السبرينج رول هتقفلوا الطرفين وتحطوا الحشوة وتلفوها رول انا بلفها كده بدون حشوة احطها في الفريزر ولما حب اطلعها بطلعها قبلها بساعة او ساعتين هتلاقوها فكت ورجعت طرية جدا اكنوك لسا عاملنها بشوية دقيقة ومية هتعملوا كمية حلوة جدا تقدروا تعملوا منها السامبوسك والسبرينج رول وصواني جلاش كمان هتعمل معاكم كمية حلوة جدا وفي نفس الوقت طعمها حلوة قوي وبس كده فيديو النهاردة بيكون خلص استنوا فيديو حشو السامبوسك والسبرينج رول وسمولي اقتراحاتكم الوصفات رمضان ولو عايزين اي سؤال هتلاقوني برد عليكم في القومنت اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي